إذن بعض المعلومات عن حسن إيرلو كيف وصل وعندما غادر غادر لماذا الفعل مصابا بكورونا أم مصابا بجروح طبعا إثر غارات جوية بكل الأحوال السفير الإيراني لدى ميليشيات الحوثي حسن إيرلو كان قد غادر صنعاء مثلما دخلها بغموض وتساؤلات إيرلو كان قد وصل إلى صنعاء في أكتوبر من العام الماضي في رحلة غامضة وصفها الإعلام بأنها أشبه بعملية تهريب قامت بها طهران لإيصال ضابط الحرس الثوري إلى صنعاء ظل توجوده في العاصمة اليمنية كان إيرلو الحاكم العسكرية الفعلي يخطط ويدير القرارات العسكرية والسياسية ومنذ دخوله الغاصمة اشتعل الخلاف وتصاغد بين جناحي ميليشيات الحوثي أو بين صنعاء وصادة لنقل وقيل إنه يدعم سقور صادة المتشددين بوجوده نفذت اغتيالات غامضة طالت قيادات حوثية ورجح وقوعها للصراع القائم بين الأجنحة الحوثية كان أبرزها اغتيال حسن زيد القيادي الحوثي وزير الشباب والرياضة وتقول مصادر أمنية إن إيرلو كان يدير معارك جبهات مأرب وكان يشدد على القيادات الحوثية بضرورة دخول المحافظة وإسقاطها نشاط إيرلو في العاصمة صنعاء كان يفوق مهد لمشاط حيث كان يزور الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية ووزارة الدفاع والبرلمان سفير طهران كان يلتقي منظمات المجتمع المدني وشيوخ القبائل أيضا في إطار التحريض على الشرعية والتحالف والتجديد على التجنيد للجبهات مغادرة إيرلو صنعاء عبر طائر عسكرية عراقية بموافقة من التحالف فتح الباب على تساؤلات عن حالته الصحية نتيجة كورونا كما تقول طهران وبين أنباء تتحدث عن اتساع الخلاف مع الحوثيين وأنباء أخرى عن إصابة عسكرية لكن التساؤل الأهم يبقى عن من سيخلف حسن إيرلو بعد إعلان وفاته لإدارة وضبط الانقلابيين موسيقى